مرحبا وولكام باكتو ميتشونل بفيديو جديد كيفكم شو أخباركم كيف صحتكم طمنوني عليكم يا رب تكونوا بأحسن الأحوال فيديو اليوم بما أنه في كتير صفايا عجبوهن ولا عجبوهن المواضيع المؤخران وكل الحيوط والفوتات اللي فتها بمشاكل تجارب حياتها مشاركها معاكن قلت أنه شارك تجربة من التجارب في مضلة السقة وهيدي الصبية ما حكيت عليها بهذاك الفيديو كانت عملت فيديو خصوصي بالمزح بالضحك بطريقة شوي ديفرنت وفيها كاراكتر بقناتي الثانية اللي يسمون الناس وزمان طويل قررت أن أعمل هذا الفيديو كنوع من الدرس لعل وعسى أنكم أنتم تتعلموا وما تعملوا نفس الغلطة فإذا مهتمين تعرف جوال حيات الكتير كبير في الصدم اللي انصدمتها بطريقة بشعة كيبون وشين شي صبية تعرفت عليها على السوشل ميديا كمان عندها قناة ما بعرف إذا بعدها عندها أو لا بس كانت التعرف بأول الألفين هو بالآخر 2016 وأول 2017 بعد هيك تواصلنا ثان كانت عندها سؤال وأنا كنت ترديت وكنت نازلة على ما صار فبلشنا نحكي بالواتساب ثان قلت لق إنه أنا نازلة على ما صار رح أعملها سورفرايز كانت الوحيدي اللي عارفاني بالموضوع بعد هيك لما نزلت شفتها جات عندي هي وزوجها والأنا رحت لها عند هون وطلعنا ورحنا وجينا وتعرفت على هيدي الصبية وحبيتها من كل قلبي قالت إنه ديس ازت الله عوضني على كل المصايب اللي فتت في هون صبية بتخاف الله محترمة يعني حانوني شو أكتر من هيك الوحدي بدها زائد والأهم من هيك يعني فيه خصلة عجبتني فيها إنه هي ما كانت ضربة عينها على الفلوس ما كانت ضربة عينها على هدايا ما كانت ضربة عينها على شيء أبدا بالو بالحكس لما كنت بطلع كانت دايما وما بطلع معا هون كانت دايما بتصار إنه هي وزوجها اللي رح يدفعه وإيقوز يعني اهيوج بيك بلاس بالنسبة لإلي بالنسبة للناشي اللي تعرفت عايهون هيدا الحكي بأول لألفين وسبعتاش دايما ضلت العلاقة كتير منيحة ودايما بتدقلي ودايما بتحكيني ودقلي التليفون وتسأل عني وحب وغراميات ومحبي وحب في الله لما بتكون محبة لوجه الله خالصا هيدا الشي اللي أنا تعلمت وهيدا الشي اللي أنا ربيت عليه للأسف مش كل العالم هيدا كله عم بتفرش ذن أنا بعد شي كام شهر صار عندي مشكل بس فترة وجيزة يعني كان المشكل مادي وكان بالتحديد كان علي دفع أجار البيت دفعة واحدة بحدود العشرين ألف دولار المناس اللي بتقول لي 20 ألف درهم ولا دولار يا حبيبي مش درهم إماراتي دولار يعني بتقريب الشي شغلي و70 ألف درهم إماراتي ايب هيدا هيدا هو السعر اللي كنت أنا عم بدفعه لبيتي الآن أنا بعد شوية عن السوشل الميديا وكنت كتير مخلوقة وكنت عملة حساب على شي وطلع لي شي تاني ما برس الصبية كانت بتصر إصرار السنين وشو بكي وشو بكي وإيلي وشو بكي أنا ما كنت متعودة إنه أحكي مشاكل مادي للناس حتى الأصحاب من كترت ضغط الكتير كتير قلت إنه إلها فقالت لي إليلي بحتي لي يا رأم حسابك أنا راح أحولك أنا راح أعمل لي قلت الله حبيبتي المبلغ مش عين المبلغ كتير كبير وإنتي كتر ألف خيرك كتير عجبني إنه حدا عم يعني شئيز أوفر أنا الحمد لله قدرت حل مشكلتي وبعد شوية انزلت لأنه كنت كتير مشتقلة وكل فترة وفترة يعني بتقلي متين نازلة متين نازلة وشتقت لك وكذا وكذا فقررت إنه انزل على مصر هي من الإسكندرية فنزلت على كايرو بقت قريب 3-4 تيام أخدت سيارة ونزلت على إسكندرية وكنت طايرة 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 أنا من الفرحة كنت عم بحس قلبي عم يطلع من مطرح وروحي عم بتشفاق فيها وانا هيك حسيت وقالله بيشهد علي كنت كتير بنبسط لما بكون معاها وكنت دايماً أنا وياها وزوجها عند دان حلفت ألف يمين وألف عظيم إنه ضرورة راح أروح عندهم على البيت وهيك صار نزلت على القوتال إجوا أخدوني رحنا برمنا ورأسنا وضحكنا ولعبنا ورمنا من المرات أنا كنت مفكرها عم تمزح قالت لي أنا هقدم بحبك بدي زوجي كخير فقالت لك كبريها لك لأن قصة الموضوع الزيجي ما كتير كان داخلي براسي أخذوني من القوتال رحنا على مول لأنه كنت كتير جوعاني مش أغلب تقريب اليومين عند دان قالت لي معلي شريك زوجي بدو ييجي لعندو بدو ياخد شي شغلي يحكي له الشغلة نحن في المول إذا رح يشوف زوجك حيضا إذا رح يشوف زوجك حيضا إذا رحنا على محل ونحن نمزح ونحن نضحك ما كانت في دقيقة ما كنت عم بضحك فيها كنت طايرة طايران من الفرحة وقفة أنا عم جارب شي شغلي جاربي هيدا في محل كراسي الماساج جاربي هيدا جاربي هيدا ونحن نضحك فحسيت إنه شخص ما عم بيطلع شيني بتعرفوا لما بتكون عينيكم بالأرض ولعينيكم بغير مطرح بس بتحسوا إنه في حدا عم بيطلع ليكون هيك صار وأنا ضغري يعني أنا دو تخوا بنفجر إذا شي مش عجبني إذا حدا عم بيطلع شيني تطلع عم مش حلوي إلى آخر هي ضغري لساني طويل فالدقيقة اللي بدي بليش صريخه وبلش عيات اكتشفت إنه زوجها مع هيدا شريكه فطلعنا من المكانات ورحت لسليم علي هون وهيكي رحت هاي كيفاك شو أخباك كيف صحتك كيف صحتك رجال كبير بالعمر ما انتبهت بكدا على التفاصيل لأنه كنت صرحاني فيها وأنا بالعادي ما بدقي بالناس رحنا على الفوت كورت وأنا ما قدرت أكل شي لأنه ما بقدر أكل جانك فود فقالت لي خلاص خلينا بس شريك يعني زوجي يأكل وبعد هيكي بنروح تلا أوكي وأنا هيكي أحدها وعم بغمرها وعم ببوسها وعم نضحك وعم نلعب بدي أقول الشاب هو مش شام الشخص شوي كتير كبير بالعمر ولابس جلابية هاي دول يعني الجلاليب ما بحاجة بيزان كان لابس طاقوش لأنه بها ديك اللحظة ما كنت خلصنا رحنا عندها على البيت أنا كنت تعبانة من الصفار قالت لي بديك تريحي حالك بأعطيكي بيجاما من عندي قلت لها بالطبع الصابيين بينها انهم دينا بينها بتخاف الله بينها انه ما بتحكم على الناس التانين عندها ما شاء الله صابيتين كانت واحدة على وش زواج وهي بعدها صغيرة هي مش كبيرة عندها بنتين وعندها كان ولد عمره تقريبا تلتاش ولا قبعتاش للسنة وعندها بيبي يعني انا دخلة على بيت سعيدة بيت محترم قاعدت انا غيرت بالبيجاما شوي الباب عم بيدي اجوا اتنين من اخواتها الشباب قاعدنا كلياتنا عم نمزح وعم نضحك مع زوجها يعني ف اولو فصدن لقيتها لبس انا وخيها يلي قاعدين بالسالون انا يعني ما اخدت سعطيت وما انتبهت لانه مش براسي ببلش خيها عم بيسألني اسئلات الحمامات ربما هيدو الانواع من الاسئلة عاديين عند ناس معينا بس انا شخصيا اي دونت لايك دم زائد بدك تعملي شي تعارفيني على حدا حتى البلاين ديتس بيقولوا لا الشاب والبنت انا مش فاضي بفترينة يعني منازلاني وديب الناس فرجيون ببلش خيها عم بيسألني اسئلة وبلشنا باسئلة شوي فيها قلة احترام ولا فيها قلة احترام كتير كبير لشخصي ولا شخصيتي انه هاو كام اهلك تركوكي تعيشي لواحدك هاو كام اهلك تركوكي تعيشي برات للمغرب لون شعرك كذا كذا انا عم اقول ودهاك عمر ما حدا تجارة هيك يسألني اسئلة ولا يدخل فيني وبعدني مني منتبهة بالموضوع ثم حسيت كأنه حدا عم بيطلع من برات الصالون ثم فهمت وما عجبني يمكن غير راح يكون عادي عندها بس انا لا احبه قلت له معليش انا يعني اعتذر منك بستأزين كان ايجاني تليفون ارحت لعندها على الغرفة عم بحكي بالتليفون وخلصت تليفوني وقعدت بالغرفة ما طلعت باوبلي كانوا هني زعلوا ولا الشاب زعلوا ولا 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 لانه الحركة اللي عملها الناس لما بتتعرف على وحدة ويعني قصة زيجة واو ولا اكتبات بيكون يعني من اول ها هيك يعني السلام وعليكم اشو تحرطوا الفول لا تعمل كذلك قعدت وكبرت ساعة لي تقريبا ساعة 11.30 بالليل كان بالصيفية قلت لها بدي فيل يلا انا راح لكريم يجي ولا لها اوبر حلفت الف يامين والف عظيم انو نام عندها بالبيت انا من عادتي ومن طبيعتي ما بقدر نام عند حدا نهائي البتة فضلينا عم نتخانها يعني بالضحك وبالمزح وقلت لها لا ماليش قلت لي لا والدني مش امن وهيكي قلت لها ما تيعطى لها انا هلا بنزل كريم واوبر كتير يعني موجودين وفعلا فليت على القطاع لتقريب الساعة 12 لما وصلت فقالت لي شو رأيك بخيي ما شو رأيك بخيي وانا بدي زوجك اياه وانا على قد ما بحبك بدي تكوني واحدة من العائلة قلت لها انتي حبيبتي ونور عيني وانا بعشقكاش بس الله يخليكي اعفيني من هيدا الموضوع لانه بهيدا اللحظات وهيدا الوقت انا ما عم فكك بزيجي زائد استحيت انه لها هيدا مش عيب مش عمناقص من حدا بس خيها كتير ناس بتقلي يعني شو مواصفات فتاة احلامك القصة مش مواصفات لما بتقابلي حدا اما انه ستقلق او لا حتى يمكن انت كل رسومك اللي رسمها بمخيلتك يمكن تقابلي حدا ما فيه شيء من الاشياء اللي رسمتيها وتخيلتيها ثم سبحان الله بيألف القلوب انا هيكي عم بقول والله اعلم انت اوكي لا تقلق خلاص بنشاوف بكرة انا قلت لها انا نازلة على اسكندرية كير مالك تاني يوم برمنا و رحنا و جينا و تحكنا و لعبنا و رحنا اخدنا اكل منبرة و رحنا اكلنا عندها بالبيت و ايوالي اعلم انه فيه سيدي عندها عيلة دخلتني انا واحدة بدوني انه غريبة زائد انا مني من نفس جنسيتها فلت دخلني للبيت انا شفتها هالقد والاكتر من هيك كنا قاعدين عندها بغرفة النوم انا وبناتها اللي اتنين وبنتها قلت لكم كانت عم بتجهز لكتب كتابها و ابنها الصغير كل يابنا على صغيرها عم ناكل فروت و عم ناكل بزر و عم ناكل ايس كريم يعني انا بالنسبة لالي نازلتني بمكتبي كتير كبيرة و الحب و الهراميات ما فيه كنت تخيلوا كنت بشوفها الفاقهة بطلعني من العيوني الالوب بيطلعوني من العيوني كنت بحس بفاقهة ركيبة فقعتنا عم نحكو و عم نقرب ضينا يوم بيجنن و بيحقد و عم فكر انو بدي فيل تاني يوم مني ادرانة حتى خلصنا هي كل شوي بيجيها التليفون تطلع لبارك كل شوي ما بعرف كيف اندان قالت لي سوما تنذكر المجيتي شهر ثلاثة و حكينا مع شريك زوجي بدنا نعمل قناة ما قناة و بدي اياك تيجي و تسائري و تتاكي الامارات و تعي عيشي بمصر و انت عم بتحبيها لمصر و بنعطيكي حيالله صار لك انت بدك اياه المرتبة اللي بدك اياه من عيوننا انا اصلا رح يكون شريكا معاون بهاي دي القناة قناة فضائية مش قناة يوتيوب و انا عم بقبريها قليكي بدت الناس كبريها قليكي انو انا شغالي بحبه وكنت كتير متعلقة بالعالم و متعلقة بحياتي لانو حياتي انا يلي بنيتها بايدي طوبة طوبة باخطاقها بمشاكلها بمصايبها كل ما بتهدم برجع انا ببني حاني حكيت هلا عم برجع لكون شوي للوارع كانت بشهر ثلاثة و انا قالتلو بليز سرعنا بالوارع لانو انا رح استقيل و ايجي على مصر فهي ايلالو انو انا بنتخلتها بنتعميتها شغالي حكاية و نازلي على مصر استقلت لحتى يسهل مسألة الوارع اعنو انو قصة فيها كذب بس سمتايمز بنكذب كرمال رفقاتنا و انا يعني قليل جدا ما اعملها و لما بعملها مفوت بالحر قالتلي تتذكري الشخص ما شخص قلتلها ايه حكينا بالتلفون قالتلي هو هيدا اللي شفتيه من يومين مع زوجي معانا بالمول وهو هلقلي بالتلفون و قلتلو بليز انو يسهل الامور لحتى نخلاص صراحة نص القناة رح تكون لالي و نص القناة رح تكون لشريكنا ف انا بدي اياك تجي باي وسيلة و اي طريقة كانت انا بحبك و بيعشائك و انتي واحدة من العيلة حتى اذا ما تزوجتي خي و بلا 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 فهي عم تبني اكتر واكتر هيدي الترست من ناحيتي ثاني يوم كان بدي فيل فقلتلها ضرورة ان نتقابل تاعي على الساحة اتناشة فقلت رح نقعد سوى خمسة ساعات يعني كانت انا راجعة عشي كانت سوى على اساس رح ينطرني كانت تقريب الساعة اول اتناشة نص واحدة هو عم ينطرني و انا كنت رح سافر الساعة ستة يعني رح ارجع على كايرو اي جات قاعدين باللوبي و عم نضحك و عم نمزح و انا على بيكي و انواح و كتير متأثرة لانو عم بقلها رح اترك عقلي و قلبي عندك و رح حفل قالت لي لا و رح انزل عندك على دول و رح نرجع عم تقابل و ان شاء الله و باكي رح انزل على القاهرة بها الاسبوع لان كنت قاعدة لمدة شوي طويلة بمصر و ثم قالت لي سوما بليز بدنا نحكي مع الشريك و انا قلت له انك اصلا خلص انتي يجيتي على مصر و انك راجعة على الامارات و الله يخليكي بليز بدي اياكي تحكي معه و هيكي يحكي معه كذا كذا بالرواءان شوي شوي انا عدي الكلمة ضحكتني بس عم قول يا را بكون فهمتها انا غلط مش صح فقلت له بليز بس فسري اللي بالزبط شو قول لانو العربي على الانجليش على كلهم ملحبات و خصوصا بالاول اول ما فتحت القناة فقلت له نعطرني السكريبت بالملي زوجها بيقول لي ليلو كذا 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 فقلت لهنا خلوني انا غلط حرشوني اذا احفظت السكريبت او لا فقلت لهن راح قول مرحبا كيفك استاذ فلان و كيفا لا 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 ما تقوللي تلوو شو قالي لأ ليلو مناخر蘋ا انا راح ناخر الاسم قالت لهو راح قلوه يا حاج عالي لانو زلمك كبير يعني من دور جدي. فالقيتها غريبة جداً إنو عندها لحدة وحدة كبير واسمه غريب ما بعرفه. لو حدا يعني من الناس تانين أوكي. بس هيكي على أولة رفيئي. الصن فارصن ما رح تزبط. فلاش عسى إنو في شي مش مظبوط. دقينا للزلمة. مرحبا كيفك؟ شو أخبارك؟ كيف صحتك؟ قلت لهم كذا كذا. والثاني ما قدر يقول يا علي قلت يا حاج. حالي نقيتون عم بيشاتش دور الشعر هون ونحن عم نضحك يعني قلبينا شوي مزاح. فقال لي اللي بديك إياه وانتي تأمري أمر وانتي كذا وانتي كذا. قفلت التليفون. أنا من عاتي والله يشهد علي. أنا شخصيا ما بعرف ما بعرف اترنج. حاولت لما كذب بس ما بعرف مش من طبيعتي. ما عم بقول إذا صح أو غلط. بس أنا هيك. متل ما بحكي معاكن بالفيديوهات وحتى سألت لأتأكد. متل ما بحكي مع أصحابي. يمكن اللهجة بتختلف بس اكزاكلي نفس التور. فلاشنا عم نحكي أنا ما علقت كتير عالموضوع لاشوف شو اللي عم بيصير. وعم بحاول حتى إنو استوعب. فقيتها عم بتقلي إنو الحاج عالي كتير عجبتيه وكتير كذا وكتير كذا. أنا صرت عم بضحك. مني مستوعب اللي أنا فيه. فلما شفيتني عم بضحك يمكن فكرت إنو أم أوكي. وإذا ورتاحت بالحاكي أكتر. وبلشت إلي إنو بارح لما كنا عم نحكي والله العزيم. لما كنا قاعدين كلياتنا عم نتفرج. وحدا دقلي وطلعت ونغرفت النوم. هو دقلي ونغرم فيك وأعجب فيك. وقلت له خلاص. هاي راح تكون لإلك. ويلي بدك إياه. المهم إنك تخلصنا القناة. أنا هي أهلة هيك. وبلش زيدي تزاد معايا. ما عم بيستوعب. ما عم بحس إنو الأرض عم هيك تتمايل من تحتي من حوالي. ماني مصدقة صبية يلي شفتها قمة الاحترام. وشفتها ببيتها وسط بناتها وولادها. ومع زوجها ومع أخواتها هيك تشوف فيني وهيك تفكر فيني. بعد هيك تتلعت معي سخوني مع إنو الكلام والحكي صار له سنين هلأ. قلت لها كبر يا عقلك. وأنا عم بمزح بعدني عم بتبسام. فقلت لي بلاش تتشهد زوجها. فلان تتذكرك البنة اللي كانت مصاحبة معه أنت كان بيصرف عليها. تتذكر فلاني ما باعك يفكر. تلا كبر يا عقلك. هيدا بلاش التون تباعي يتغيير. تلا ما عليش يا حبيبتي. أنا من قيمتين عم بتطلع على الفلوس. أنا كلما بسافر كلما بروح كلما بيجي. ما حدا بيدفع علي دقهم. ما حدا بيدفع علي دولار. أنا بيدفع أكلي وشربي وطلوعاتي ونزولاتي وبدفع القطيلات وبدفع أجاري وأكلي. كله الحمد لله شغلي مكافيني وزيادة وبالحلال وكتر خير ربنا. والحمد لله. هيك يعني عم تشكري أنه أنا عم باكد وراء مصاري. لا ما عليش. وحتى لو ما كان عندي أنا حامدة وشكري ربنا ومش محتاجة. النغار لي ما رح يكون عندي فلوس رح لملي مرادة ورح انزل عن بيت أهلي. مثل ما كبروني وصرفوا علي فيهم وبيقدروا يصرفوا علي لوقت ما يا إما اتزوجوا ولا لا يشرووا ولا موت. شافتني إنه بلاشت عصيب فقالتلي لا. أنا يعني مصاحبة يعني الزلمي قد جدي. وهيك يعني طلع فيني هيك تطليعات. قلت لي لا. انتي ما فهمتي. يتزوجك. قلت لي بعدك من ثلاثة دقائية عم تحكي على بنت بنته يلي. يعني هو جده. يعني هو جد. يعني محفظ عنده أحفاد. ولا عم بتقول لي إن شاء الله على اللي تلاقي جال يعني. قلت لي لا. ما هيك وما بعرف كيف. وقلت الله شو راح ندرب ورقة عرفي. يعني متل ما بنقال بالأفلام. شو هالمستوى. عم قول لحالي أنا. شو هالمستوى يلي وصلت له وحطيت فيه حالي. عمر ما حدا. تجرع. فيس تو فيس. يعمل فيني هيدا الضرب. لأنه ما عليش. وسامحوني. قصة بين كلاسي. وقصة بين إنه ما راح مساكر. ما عليش. لما بنوصل هيك وقاحة وباجاحة. راح أشلح من إجلي. لأنه هيك مساوى. هيك رد. بده. لما شافتني بلشت عيني عم يحمروا. وعم بيطلعوا. وأنا باحتني عم بقول لي. يا رب كون غلطانة. يا رب كون أنا مني فهم. أنا منيح. فقالت لي لا. ورح يتزوجيك. ورح يكتب لك نص القناة الثاني. وتخيلي أنا عند النص وإنت النص. ورح يشتري لك فيلا. ورح يعمل لك ورح يساوي لك. وراح وراح وراح. وهيدا زوجها كمان يعني عم بيأكد على الموضوع. أنا بلشت حس بضوحها. بلشت. بلشت جسمي عم بيوجعني. عم بحس إنه كل الزقطة اللي كنت طايرة فيها طايران. حسيت إنه اللي جوه كله نهد ونهدم. وصوري بالكلمة جتني حالي زغطيان. فقلت لها معليش سامحوني. أنا الشركة بعثتلي الدرايفر. وبالغلط في عوض ما يجي الساعة ستة بعدته هلأ. وما فيني. فبدي فل كتير سامحوني. ما سامحوني. هي حسيتيني. ما يعني ما كتير دققت في الموضوع. قلت لها يا الله. تانكو فريماتش. باي 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 باي. أخذت السيارة. مردت بالسيارة. السواء. انصدم. يعني شافني. وش يصار على أبيض. الدموع بإنهيار فنزيع. صوري بالكلمة. وقفنا كذا مرة. استفرقت. ما استوعبت. الشخص يلي حبيته. البنت يلي قلت. أخيراً لقيت حدا يحبني في وجه الله. من غير ولا شي. غير تطلع. ياريتها طلعت على فلوس. ياريتها طلعت على شي. حرزان. يعني ما عم باستوعب. لحتى استوعب. لحتى قلولي إنه أنا غلطان وأنا فهمت غلط. وس الموضوع ما كان غلط لبتها نهائي. لما واحدة أخدتني على المول. لحتى تطلعني على كرسي تباع الماساج. وتجيب حدا. لانه بعدين أنا عم يعني فكر بالموضوع. ولا عم بلزق البازلز. لحتى تطلع فيني وعلى شكلي من بعيد. كأنه بضاعها. It's bad. بعد هيكي لجيب خيها. لتحاول إنه تباعني كأنه. ما بعرفها. بعدين رح فاسر لكون أنا عشو. اللي طلعت شي بالكون. قضيتها مراد. بعد ما خلصت شغلي. وخلصت كل شي بمصر. رجعت على الإمارات. حكيت أنا وياها شي مرة أو مرتين. Probably. ما استوعبت الموضوع. كتير نقزيت نفسيا. أنه أول شي نغشيته. نصدمت شخص حبيته. ثاني شي. شخص مين ما كان يعمل فيني هيد الحركة. وما يكون عندي ردة فعل. ثالث شي. أنه مين هيدا بيكون عنده هيدا الأوداسيتي. ويعمل حركات واقع بعض. يعني بيومين كله أصار فيني. يعني مش إنه والله أخدته. بعدني أنا عم بروسسسين ومني إدرانا. عم تبعتلي مساجات. عم برد عليها بالملي مني إدرانا. ما عم بقدر أحكي معاها. This is me. أنا لما يكون عندي متين بحط تليفوني على سايلنت أو بطفيه. بالليل نفس الشي. لحتى ما يكون في أي ديستراكشن. فكلما بفتح تليفوني بيجي. يعني بيطلع لي إنه في إجاني قول. مش تقول. رأم مصر. مرتين ثلاث مرات. رأم غريب. رجعت دقيقة لها. رأم عم قللون مين حضرتك. فقال لي أنا فلان. فلان مين؟ أنا لسيت. قال لي فلان زوجة فلانة. كيف أخبارك؟ كيف صحتك تمنني عنك؟ بدي أحكيكي. قلت له حكيني. قلت له لا تروحي على البيت. قلت له لا لا أحكيني هلا. قلت له لا بدي أحكيكي بعدين. قلت له أوكي. بعد. ما بعقي في الثاني يوم. شغلي حكيي. رجعت. قال لي. مرحبا كيفك شو أخبارك؟ كيف صحتك؟ أنا صراحة. خفت ليكون في شي مش مزبوط. سجلت المكالمة. فيني هي دي العادة. تعلمتها من عند حدا. ليه؟ لأنه خفت. يصير شيء إلي شيء. يروح إليها شيء. ويعملوني مشكلة طويلة عريضة. فقلت ليكون إينا. سجلت المكالمة. الناس يشكرني إنه بس بسجل. ولا بس بحتفظ. بالفرويسات وبالسكرين شات. لا. بدي بشكهم. هاي دي المعلومة للناس أنا بيعرفها. معرفة شخصية عم بوصنهم الميسج. سجل كمان المكالمات. دلوا عم بيحكيني تقريب العشر دقائق. من مصر. كيفك يا سومش أخواك كيف صحتك. ما بيعرف كيف. أنا داخل مشروع. مشروع مع الحكومة. مشروع كثير كبير. وأنت أختنا وأنت كذا وأنت كذا. وبدنا إياك تستفادي. وبدنا إياك. وأنت في الغربة. ما عم بتجمعي فلوس. ما عم بتعملي مستقبل. وا 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 وا. بدي إياك مثلك مثل كل إخواتي داخلين معي. شكرا معي. وبد نحصل لهم. بدي بس أخبرك شغلي. أنا شغلي اللي عم بيشتغل فيه هلأ. الشركة اللهم في لاس فيغاس في أمريكا. الّا… الـ контракت تبعي. أنا عمليها واللّا عمليها بشغل بأمريكا. يعني اتس يو أس كنتراكت ومت مصدقينها بالإمارات. طبعا كل اللي بيشتغل بالإمارات بيعرفها لما بتيشتغل شغل ممنوع منعا بتن إنه تعمل شغل تاني إذا بتيشتغل شغل ممنوع منعا بتن حتى يكون عندك شكل حالك إلا إذا هايدي الشكل أم ولا الشكل اللي أنت شغال عندهون عطيوك النون objection letter يعني اللامانية بس أنا في مايكيس شخصيا وبالشغل دي عم بيشتغل فيه نوع الشكل اللي عم بيشتغل فيها بيعملوا هيدا كله عم بيقلوا يعني للزلمة بيعملوا security check مارا كل سلي international ماشي على كل موظف من موظفينها فأنا ما فيني يكون عندي investment ما فيني يكون عندي project حتى بارات اليو اس أو بارات الإمارات باسمي لأنه هيدا رح تتسمى فروض ورح يصرني مشاكل كتير كبيرة لأنه رح خالف جزئية من ال contract التابعي فقالي لا 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 ما تخافي رح يكون المشروع رح تكون silent partner وما اسمك رح يكون موجود بولا شيء نعم تقول والله اعلم والله اعلم هي اللي قاعدة جنبه يعني كفيتي لعطاني فرصة قال له انه الله يخليك ما عليش سامحني ما فهمت انت بدك ادي يعني قال لي 25000 دولار ضحكت ضحك تقول له يا خي يا حبيبي تسلم لي انت لو مرتك بتقلك كل شي رح تكون قلت لك من كم شهر انا كنت موقفة على اجار بيتي هيدا المبلغ بالذات وما كان عندي متوفر زائد هيدا المبلغ يلي هو بتقريب 80 الف درهم اماراتي انا ما عندي مش موجود قال لي معقول يا سمعية وبرناقصان ما عم بفهم كلمة سمية من وين جابها لانه اسمي مش سمية فقال لي معقول يا سمية طول هيدول السنين بالامارات مش مجمعة 20 الف دولار ولا 25 ارد دولار انا انصدمت لما حدا ما يكون اخد وش معاكي وانا بالاساس مسألة الفلوس ما بحب احكي فيها معها حدا لانه فيها قلة ادب وقلة احترام وقلة زوق لما نفوت هيك فوتات فقلت له معلش انا لما توفى بي من الصدمات اللي انصدمتها واللي اكتشفتها انه life is too short راح نجمع فلوس وبنموتوا وبنخليهم مبدأي بالحياة يلي عم بشتغله عم باكل وعم بشرب وعم ادفع كل ملتزمات عيشتي والبقية عم بغيش فيه هيدا صح او غلط ما خاص حدا هيدا خاص فيني وحياتي اللقلة وهيدي الصم تبع والمبلغ تبع الفلوس للأسف ما عندي ابدا وبيعتذر منك ما باي سكر الخار يومين ناطقهاها على رفيقتي الحب وبيتدقلي وتفسر اللي شي ما دقت بعد هيك دقت اي تنك بعد كام يوم كيفكش اخباك كيف صحتيك عم تسأليني بالواتساب فالتلها لكي انسيت لا خبكك زوجك دق قلي قالت لي او ما قلي ومبعرف كيف خليني دق لك في التليفون دقت لي في التليفون عم بيحكي عنا ويها قلت لها ماليش انتي مش عرفان البيع وغطاء على اساس انه انا ما ايلى للناس بس انا ايلى لك لا والله هو ابدا واحتمرك اكتل اخته وما باعرف كيف وما باعرف وخمسة باشين ارد دولار شو هي قلت لها انا باساسه بيتي جاره مقدرت ادفعه فوقت من الوقات وقلت لك قلت لها ما نحنا انه يعني الطلعات المرواح والميجي والقطيلات الفخمة والمطاعم والهدايا وا 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 راح يكون عندي كاني ولا بلاها وجمع دول فلوس وفوتي معنا فقلت لها ما عليش انا باعتزك منك ولا هيد المبلغ ما عندي وقلتنا حتى لو كان عندي هذا ما قلته ما راح ارميه لانه شو هالهبل قللي انا خمنته اول شي هي انبهرت بصورة معينة شافتها وحللتها فقالت هاي دي جاجي بتصبيد ذهب خلينا لزقها فيمكن عانس يمكن مش لاقيه حدا يمكن رجال على افا من يشيل بس لنلاقي رجال رجال يعني الدكوري موجودين بس رجال قلائل فقالت راح زروجها لخي وخيا هيكي اخذونا بالصوت مثلها هي يعني كتير اواية فرح ينزلني ممكن تحت باطه وانا لست دالك الشخص ابدا لو كان دالك الشخص ما كنت ضيانة وعيشت لاوحدة قالت انو هاي دي عينيها مش مليانة بقصة الزواج نفوت قصة صحوبية شافتني قصة صحوبية ما زبطت قالت بدها فلوس نزغلي العيونها بقصة الفيلو وقصة الفلوس وقصة القناة الفضائية شافتني يعني اخدت شب شبو على دماغها قالت مادام هاي لابدها رجال ولا بدها فلوس معناتو انو على قلبها اكوام اكوام نضرب الخمسة وعشرين الف دولار وحلي لي اذا رجعنا لها اياها وبنرجع بنسحب منها وبنسحب منها انا هيدا هو تفكيري بعد هيك كيف خلصت العلاقة بيناتنا انا بعد اتعلم السوشال ميديا وكانت رح تجيني دبحة الصراحة لانو ما قدرت السوحب اللي صار فيني وحدا يطلع فيني ولا يد شعر يتعامل معي بقلة ادب هايدي انا بسميها ضعارة مع احترامي الكامل والشامل يعني عم تعمل ضعارة على افاي عم بتبيع لحمي وتشتري قدام عيني اذا هاي مش ضعارة شو هو بعد هيك لقيتها عم نالي بلوك وطبعا راحت متلها متل كتير كصبايا بدعت باللي موجود واللي مش موجود يمنلي مش موجود الكلام لا طلع مني ولا حكيتو وطبعا راحت واخدت معاها كتير اصحام وبيناتنا بيناتنا وسامحوني في دهيا عادي جدا البحر اللي ودي وخلص راحت القصة لحالها هيدا يلي طلعت منه والدرس اللي انا طلعت منه اول شي مش كل من ضرب الحجاب معناتو بيخاف الله انا ما عم بحكي عن الحجاب كالحجاب كفرد كشي من عن ضربنا لا انا عم بحكي على البشر يلي اخدو هيدا الطرحة كوسيلة انو اللي لابس الطرحة هو الواو هو المليح وابن الناس وهيدا شي غلط بس لي انا تعلمتو مش حيال الله وحدي ضربت هيدا الطرحة بمعناتو انو شخص محترم شخص بيخاف على حال وبيخاف على بنات الناس وبيخاف الله في الناس التانية يلي اتعلمتو انو قليل جدا 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 بسرحة هيدا كانت زعزعت تقاتي بيك تايم اي ريوان عن جد ما انو قلت لحالي خلاص وطلعت من هيدا الموضوع بس تطلع فيني اسخونية الشخص بيكون بيينلك شي وجوات وشي مختلف تماما مش كل الناس مثل بعضها مش كل الناس مثلي انا ما عم بقول انو انا منزلة من السماء وانا ملاك انا فيني عيوب هالقد بس انو اعمل هيك حركات سوري بالكلمة يزبالي ولا ممكن من تمنطاش المستحيلات اني اعملها يعني بتزكك يلي صاق سخونية بتطلع معي بحس حالي وشي مبعايف حقيقت وانا شفت كل ما حدا يقلكن بحبكن وبيغماكن وبيبين انو بده يساعد بالاول معناته انو دايما هيدا هو الانتنشن نستبعو لا يمكن عم بيجهز لشي لا ياخد شي بمقابيلو يا فلوس يا خدمي يا whatever يلي هو يعني هي ولا شي is planning هيدا ما بيعني انو كل الناس هيك انا عمري ما قلت وعمري ما راح اقول انو كل البشر اتا هندق برسنت مش مناح راحكون جاهدا وراحكون ما عم بقامين بربنا لانو رابنا عم مثل ما خلق العاطي الخلق المنيح بمقابيلو بس اللي انا بترشع من كون ما تأمنوا بدرجة كتير 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 كبيرة لنقاط معينين يعني مثلا انا حمدت الله شغلي الحمد لله لحد هيدي اللحظة تخيلوا لو انا رحت الاسكندرية من البلد ما بعرفها يعني الغباء والسداجة انا فكرت حالي انو عرفتها لانو انا كتاب مفتوح تخيلوا لو رحت على اسكندرية وشي is not the person that she is pretending to be مش الشخص اللي عم تمثل اللي عم تمثله باكي اخدتني لمطرح ودبحوني مثلا باكي اخدوني على المطرح واغتصبوني باكي افات ومصايب بدني بلسمع عليها كل لحظة مش كل يوم فمنح انو طلعت باقل الخسائر اعتبر من هاي دي المغامرة يلي انا بعتبر حالي فتت فيها بالحظ والله سترني وستر العقبة وجاب العقبة على خير فيا رب انتو تكونوا استفتهم من هاي الحكاية ما بعرف قدي هالفيديو رح يكون طويل ان شاء الله رح عمل فيديوهات على اساس ما رأت فيها لان الواحد بيتعلم من التجارب الاخرين هاي دا هو الفهمين مش لان مليون الف مصيبة ومبعنين والتعلم هاي دول هني يا رب يكون عجب كون الفيديو اذا ما رأتوا انتو بنفس واللي بتاقي بنفس القصة او بقصة مختلفة كتبولنا عم قولنا لانا والبنات كليتنا نستفد كتبولنا تحت بالتعليقات ويعرب ما يحت حدا بوضع مش منيح واذا عجب كون الفيديو ما تنسوا تضغطوا لايك تشتركوا بالقناة شوفكم فيديو جديد وتانكس بيزيلين فوتشين باي باي